اشتركوا في القناة 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 وفيه من شروط الهدف الجيدة أن يكون الهدف ملن طب أنا مشيت ناحية هدفي وعديت فترة معينة لكن قابلتني تحديات وخليتني هدفي مش قادر وصله هذا أنا مش ودأ لا أنا أبدأ في تعديل خطيتي من الأول خالص وأبدأ أرتب أوراقي وأبدأ في تحديد الهدف ومشي فيه بس بمرونة شوية ما وقفش أنا وقفت هنا لا خلاص أن أبدأ هدف تاني من الأول لا أنا أبدأ بمرونة تامة جدا وأبدأ أعدل في خطيتي من الأول تاني كثير من الناس لما بتحققش هدفها في الوقت اللي هي محادة ده بيجي لهم إحباط بيقولوا خلاص أنا ما عنديش هدف وأنا ماشي كده في الدنيا بقى وخلاص ما بيقاش عندها هدف حادة بتفضل تشتغل ومن غير أي هدف ومن غير أي طموه هذا صح؟ لا ده مش صح خالص أنا مثلا لو وصلت الهدف ودقيت نفس أنه مش عال فوصل لهدفك اللي بيقولك أنت لو وقعت خمس مرات حاول ستة طب لو وقعت ستة حاول سبعة حاول لحد ما توصل لهدفك توماس إيدسون مخترا على المصباح حاول مرات كتير جدا لحد ما وصل لهدفه فأنا لازم أحاول مرة واثنين وثلات لحد ما وصل لهدف اللي أنا عايزه طيب معلش برضو لما وصل لهدف اللي أنا عايزه بقف بقع عند الهدف ولا بحقق أهدف تاني يعني بكتب أهدف تاني فيه أنواع من الهدف فيه هدف مستمر وفيه هدف طيب الهدف ينتهي عند تحقيقه مثلا أنا هدف أن أشتري عربية لما أشتريت عربية هل أنا قواص كده أشتريت عربية ولا لازم أبدأ أشوف أنا أعمل إيه بعد كده لو أنا قفت عند الهدف خلاص أنا مش هعمل حاجة تاني يعني مثلا فيه شركات بتعمل مكافئات للموظفين معينين مثلا في شركات التأمين التأمين لما بيوصل لترجة معين بديله جايزة الدراسات بتقول إن هو بعد ما بيوصل ويأخذ الجايزة دي مستوي أداء بتاعه بينزل ليه لأنه ما كانش حاطة خطة هيعمل إيه بعد كده من أسمع كلنا عن الخطة الخمسية طبعا بنسمعها في شركاته في الدول الكبرى هل الإنسان كمان عنده خطة خمسية علشان هو يحقق هدفه؟ طبعا من أنواع الأهداف فيه أهداف قصفة المدى أهداف قصفة المدى دي بتكون مثلا من مدة ساعة إلى ستة شهور في الخطة دي لازم أن أكون حاطة خطة معينة مثلا أوصل لحاجة معينة دي مثلا أنا أحسن علاقتي بأولادي أحسن علاقتي في الدراسة طيب لازم يكون عندي النوع الثاني من الأهداف أهداف متوسطة المدى زي ما حضرتك بتقولي إنه هي من ستة شهور لخمس سنين لازم يكون لي خطة محددة أهداف قصفة المدى اللي احنا قلنا عليها من سن من ساعة لستة شهور طيب متوسطة المدى من ستة شهور لخمس سنين لازم يكون الهدف الأول القصفة المدى يخدم المتوسط المدى لازم أي إنسان يبقى طبعا نيه هدف طيب وقل لي دلوقتي عايزة أسألك سؤال طبعا كلنا وحنا عايزين نحق أهدافنا في مواقعات خارجية دي بتبقى إيه خارجة عن إرادتنا وتبقى أشبه يعني مزاجنا وشيحنا اللي بنحطها في حياتنا ويتخلينا عندنا يعني إحباط شوية نحن نحق الهدف زي تغلب على المواقعات الخارجية وما خليهاش تأثر على يفتح إيه هدفنا تمام في بعض الناس مثلا لما بيوصل لمرحلة أن هو ماشي في الطريق يتعابل بتحديات كتير جدا ممكن تحديات مادية وممكن تحديات أصولية مشاكل في الأسرة ومشاكل في العمل الحل أن أنا أتغلب على مشاكل دي إزاي أن أنا أبصي المشاكل دي من خارج الدايرة يعني مثلا إيه كتير مثلا من يلا بيقع في مشاكل ويجي يقعد مواحد صاحبه يحلل المشكلة بسهولة جدا طيب هو ما بيحلش مشكلة ليه لأنه هو جوه المشكلة فيحاول داية بيعمل إطار داية إطار داية فبيبص المشكلة أن هو جوه المشكلة مش عارف يتحكم فيها إزاي يروح يقعد لصاحبه في دقيقة جدا في دقيقة في دقيقة صغيرة داية صاحبه حالي المشكلة ليه لأنه صاحبه داية بص المشكلة من بره من بره داية فأنت الحل عشان تخرج من كل مشاكل دي وتوصل لهدفك تبص على مشاكل من خارج الدايرة لو بعدين ممكن لما المشكلة تندهي وبتيجي تبصي لها بعدين تلاقي أن هي كانت صغيرة جدا أنت مقبر بموضوع أو يحس أن هي أزم وخالتك توقف حياتك ويما كانتش حاجة أصلا بالضبط كده وخاصة لازم أنت تعمل أنك أنت تحلي مشاكلك من البداية لأنه ممكن واحد يكون عنده مشكلة صغيرة مشكلة صغيرة يتراك مع بعض بيكون مشكلة كبيرة جدا بتخلي عندك عائق أن أنت توصل لهدف بتاعك هل ممكن المشاكل دي متبقاش موجودة فعلا حوالي وأنا اللي بخلقها لنفسي؟ في بعض المشاكل أنت بتخلقها لكن ممكن تتغلب عليها أصلا ما تخليش عندك مشاكل لو أنت ماشي في ناحية هدفك بطريقة معينة واستراتيجية محددة أنت تحدد خطوات واستراتيجيات معينة توصلك لهدفك بسهولة جدا لا أقصد أن الإنسان ممكن يعني يبقى عنده هدف ماشي ويبقى عنده نوع من الإحباط فيخلي التاقة لا تتلع منه التاقة ما تبقى إيجابية يخلي التاقة سلبية تأثر على كل الحاجات التي حوالي تخليها تعمل معاقات في حياة مظبوطة تمام كده في حاجة اسمها قانون الجذب زي ما حضرتك بتقولي أن أنا كل حاجة بفكر فيها سواء كانت إيجابية أو سلبية بترجع لي بنفس الشيء إزاي واحد مثلا يقول لك أنا والله عزيما أنا عايز أوصل الهدف بس ممكن أفشل هو عايز أوصل الهدف وهو بفكر بطريقة سلبية فبيفشل أو عايز أوصل شغلي بس الشرح يبقى زحم هو طبيعي جدا بيلاقي يضي الشرح زحم فقانون الجذب ده بيفيد أن أنت كل ما تتوقعها حاجة إيجابية بترد عليك بنفس المقدار بنفس التفاق أو الإيجابية أو السلم حسب ما توقعت بالظبط طيب قولي إحنا ممكن يعني وإحنا صغيرين نبقى محددين هدف عايزين نوصله بس نبقى من لسه مش مدركين طبيعة الحياة والهدف ده يبقى مش مناسب لنا مش مناسب وإمتى أقدر أن أغير هدف يقول لا خلاص أنا مش مش أشوف الحاجة دي وهبدأ أشوف حاجة تانية طيب عشان عشان أوصل لهدفي لازم أستعين بناسي تكون خبرة لي خبرة في مجال لنا في الهدف بتاعي يعني مثلا أنا عشان أوصل لأفضل مدالب تنمية بشكلية في الوطن العربي كان عندي هدف حددت لوقت محدد كمقابل لقياس كنت كنت محدد خطة معينة كنت ماشي فيها وكنت كل فترة معينة بعمل تست أنا وصلت فيه طيب أنا وصلت فيه كان لازم في ناس باستشيرها الدكتور منال عمارة مدرية الطاقة الأولى في الوطن العربي كانت بتساعدني جدا في إزاي يوصل لهدفي وصلتني المرحلة من التدريب إن أنا أكون فعلا مدرية الأولى على مستوى الوطن العربي فلازم يكون عندك حد خبرة تستشير في المجال بتاعي يعني تطبيق طاقة بالضبط كده ممكن يكون صحابك ممكن يكون أهلك في البيت لازم يكون حد عندك قدوة يساعدك في أن أنت تصل لهدف بتاعي طيب قولي إحنا دلوقتي طبعا كلنا دخلين على امتحانات قول نصيح شوية نصيح كده للطلبة إنهم يقدروا يعني الهدف اللي هو الصغير اللي هو من زي ما قلنا اللي هو من شهر لست شهور إنهم يقدروا يحقق أول هدف إنهم يكتسوا فقط بفترة الامتحانات طبعا في الفترة دي بتكون دماغه متشتتة جدا عايز يزاكر بس عنده حداد كتير جدا موقات كتيرة جدا عنده محاسبة مثلا في كل التجارة وعنده إدارة وكده فهو لازم يبدأ يحط خطة مثلا يومية يبدأ يزاكر بيها إزاي مثلا أنا عايز أزاكر مجيش مثلا قدامي السرير وهذاكي لا أنا أقعد مثلا على المكتب بتاعي قبل ما أزاكر أجيب ورقة وقلم وأشوف إيه الحاجات اللي بتشتتني أنا مثلا عايز أزاكر بس في حاجات بتشتتني في الأول مثلا تبقى فيه حاجات عاملتي تواطر عشان أشيل التواطر ده عاملين مثلا صاحبي هتصل بي أنا مومتها هتكلمني عايز أكل أكتب الحاجات دي في ورقة معينة وخلصها وخلصها لا أكتبها في ورقة الأول وبعد كده أحطها في الدرك كده عقلي هيصغر لي المشكلة خالص يسغرهمني أنهم يحجمهمني على قد من عملتهم فكده الأفكار دي كلها هتبعد عني خالص وأبدأ أزاكر بطريقة كويسة جدا أبدأ أنظم وقت معين مثلا النهاردة هزاكر مثلا فيزا وكيميا أحياء مثلا فيزا بس مثلا يبقى جدوى محدد أشوف أنا عندي إيه وأقسمه بالظبط كده لازم يكون ماشي بخطة معينة كل يوم يكون مثلا ماشي بخطة النهاردة هزاكر فيزا مثلا الساعة كذا للساعة كذا أكون محدد وقت كويس جدا دي طبعا الأهداف اللي هي صغيرة اللي هي مجرد النجاح في الامتحانات طيب الهدف الأكبر بقى إن أنا مثلا عايز أوصل لمنصب معين عايز أوصل مثلا أجيب مثلا عربية معينة في وقت معين إزاي حقق أهدافي دي أنا في الوقت كذا مثلا أنا عينت 25 سنة أشتغلت كذا في مثلا 30 سنة أترأيت وصلت لمنصب مثلا كذا في شغلي إزاي دي راح حقق الأهداف دي كلها يعني عشان أوصل الهدف أنا قلت لك أنه فيه أنواع أهداف فيه أهداف قصيرة المدى وفيه أهداف متوسصة المدى وفيه أهداف طويلة المدى الهدف لازم تكون الهدف القصير المدى يخدم هدف بتاعي اللي هو طويل المدى يعني مثلا واحد صاحب صاحب محل مثلا تجاري ما يكونش هدفه بس أن هو يكون صاحب محل تجاري أن هو يكسبه خلاص لازم يكون حط على هدف كبير جدا أنه يكون مجموعة سلسية محلات مش محلة صغيرة لازم يكون الهدف الصغير يهدف يخدم الهدف الكبير هل أننا لما بحط الهدف الكبير ده بدماغي وابدأ أن أنا أشتغل وأسعى هل الطاقة بتؤثر أن أنا بتساعدني أن أنا بجزب كل حاجة حوالي بسخارها حوالي أن أنا أصل للي أنا عايزه؟ بالضبط كده فيه قانون اسم قانون الاستخدام أن أنا أستخدم كل حاجة ممكن توصلني الهدف إزاي بقى؟ أنا مثلا عايز أكون مثلا مدالب تنمية الشريع أشوف مثلا أبدأ بالقدوات أشوف الناس اللي هم ممكن يساعدون إزاي أشوف الكورسات اللي هتنمين إزاي أحضرها دورات معينة أحضرها خبرات معينة أكتسابها من حد معين فأنا أشوف أي حاجة ممكن توصلني هدفي وحافظ عليها ممكن أجيب لستة معينة أكتب فيها كل حاجة وأكتب أن أستخدم حاجة دي في إيه لأنني عمره الوقت بنسى يعني مثلا أكون أنا عارف أن أنا أستخدم الحاجة دي في هدفي بس بعد فترة بنسى أن أستخدمها في إيه أصل فلاسن كل حاجة توصلني الهدفي أكون كاتبها ومرتبها في ورق معينة طيب يحرد أنا أمشيت خطوات غلط مين اللي يوجهني مين اللي يقولي مثلا لا أنت كده مش الطريق السليم في حالتين في فترة معينة مثلا أنت تكون ماشي ناحية هدفك في ناس بتحبطك وفي ناس بتقويكي أعرف منين بقى المحبط من اللي بيقويني المحبط ده على حسب أنت بقى أنت عارفة مثلا صحارك مثلا في واحد بيحبلك النجاح أنت تحاولت عارفة مفترة معينة بيساعدك لما بيلاقيك أو مشيت عن الطريق الصح أو عن ناحية هدفك بيقولك لا أنت ماشي غلق في حد تاني يقولك لا أنت لسه توصل له هدفك أنت فاشل أصلا إحنا كلنا نقعد على الأهواء لأ أشوف مين هو فعلا أنا حاس من قلبي أن هو يقدر يخدمني في هدفي واسمح كلام وخاصة لو حد عنده خبرة معينة في المجال الهدفي بالضبط نصيحة أخيرة بقى نقولها لكل الشباب وكل الأطفال وكل الناس اللي بتتبعنا على تحقيق الأهداف وعلشان ما نخليش أي حد في حياتنا أنه يحبطه عشان ما أحبطنيش أنا ما أسمحش كلام حد لأن أنا لو أسمحت كلام حد كل الناس بتقولك البلد بويزة البلد مظهورات وكده لو أنا أفضل تسمع لكلام الناس دي مش أوصل لهدفي أبدا فأنا لازم أول حاجة ما أسمحش كلام اللي حولي بعد كده لازم أخاطط هدفي لازم هدف يكون مكتوب لازم هدف يكون قابل للقياس لازم يكون ماشي أول حاجة وأهم حاجة هي رضا ربنا سبحانه وتعالي طبعا إحنا بنشكرك وطبعا كلنا بنحييك على اللي أنت وصلت له وأن أنت حققت هدفك وليس أكيد عندك أهداف تانية عندي هدف كتيرة جدا إن شاء الله وعندي حاجة إن شاء الله أنا بدأت فيها حطيت خطة أن أنا أدرب أكبر عدد من الشباب لأنه معظم المدربين الكبار لما بيجي يبدأوا يبدأوا من القاهرة تمام أنا فكرت تجير كده خالص فكرت أبدأ بالجابهة الخلفية اللي هو أبدأ من القرى والملاكز والنجوع أبدأ أنام الشباب بحس أبدأ من الأول من الأول حاجة طيب وبإذن الله دي مبادرة بدأت فيها وفي مبادرة تانية إحنا عملنا إن شاء الله في شهر سبعة مبادرة لتنشيط السياحة هتكون في قوحة في حديقة الأزهر وفي القدعة إن شاء الله وهيكون في حفل جامد إن شاء الله هنا طيب قولي لو حادي من الشباب عايزة تواصل معاك تواصل معاك على إيه على الفيسبوك يتواصل معاك على صفحة صفحة على الفيسبوك الأكاونت الرسمي بتاعي أحمد السمنتي أو على البيتش المدرب أحمد السمنتي طيب بشكرك على وجودك معنا النهاردة وأكيد كتير من الشباب استفادوا من المعلومات اللي ادتها لنا طيب بشكرك أحمد السمنتي خبير التنمية البشرية شكرا جدا لك يا سينا مشاهدينك كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة بكرا إن شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد وليت 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 وليت